Liberty Air 2 Pro هي أحد السماعات من Soundcore من Anker هنعرف في الفيديو دوت الأوبشنز الكتير والحاجات الدلع اللي بتنزل بها السماعة هيقدروا يغطوا على أهم عيب فيها وهو الصوت خليكم معايا وفيديو جديد مع دكتور ضيف نبدأ أول حاجة بمحتويات العلبة الشيك اللي بتنزل بها السماعات ديت واللي في كل حتة فيها موجود صور توضيحية للسماعة والأوبشنز بتاعتها والمزايا بتاعتها بيجي جواها طبعا السماعات والكيس بتاعت الشحن وكابل الشحن من نوع USB Type-C وشوية الكتيبات ولكن أهم حاجة بتيجي بتسع مأسات مختلفة من السيليكون إير تيبس بتيجي بـ XXX Small و XXX Small و X Small و Small و Medium و Medium Plus و Large و Large Plus و XL السماعات ديت بتنزل بخمس ألوان باعتمد توفرها على حسب المكان اللي بتتبعها فيه الـ Onyx Black أو العقيق الأسود والتايتينيوم White اللي هو الأبيض والسافاير Blue اليقوت الأزرق والكريستال Pink أو الروز يعني والميوزيكير Red Limited Edition من اللون الأحمر نتكلم دلوقتي على الكيس أو علبة الشحن وزنها 50.5 جرام ماياش تقيلة قوي وحجمها كبير شوية بس مش لدرجة الـ Powerpeets Pro وعلشان نتخيل حجمها مع الجالكسي باتز برو والواو فري باتز برو موجود عليها من فوق هنا اللوجو بتاع Soundcore ولونها مطفي مش بيبين بصمات الصوابع عليها من وراء هنا مدخل الشحن USB Type-C وهنا الزرار بتاع البيرنج أو الإكتران مع الأجهزة المختلفة عن طريق البلوتوث وفي نفس الوقت لو ضغطت عليه بيبين لك نسبة الشحن بتاعة الكيس عن طريق الـ LED اللي موجود برا هنا وكل سماعة من جوة عليها الـ LED الخاص بيها زي ما أنتم شايفين وبيبين نسبة الشحن بتاع السماعات الخامات المصنوعة منها خامات عالية وموجود هنا الـ Right والLift علشان تثبت السماعات في الكيس بالشكل الصحيح والمغناطيس اللي مسبتها برضو مغناطيس قوي مش بيخليها تقع مع أي حركة مفاجأة للكيس وأحلى حاجة فيها هو الغطب بتاعها دوت بيفتح عن طريق السلايدنج دوت اللي احنا شايفينه أو بيتزحلق كده الفوق وده حاجة حركة جميلة بصراحة وشكلها شيء جدا السماعات ديت بتشحن عن طريق الكابل USB Type-C وفي نفس الوقت بتدعم الشحن اللاسلكي كل سماعة بتيجي ببطارية سعة 55 ميلي أمبير والكيس 500 ميلي أمبير يعني إيه الكلام دوت يعني بتدينا حوالي 7 ساعات زمن استماع والكيس المشحونة شحنة كامل بتدينا 3 شحنات إضافية بمعدل توتل حوالي 26 ساعة ولكن مع الاستخدام الفعلي وخاصة لو شغلت Active Noise Cancelling أو عزل الضوضاء بيقل عن الأرقام المذكورة ديت وكمان بتدعم الشحن السريع اللي مش سريع قوي يعني ولكن 15 دقيقة شحن بتدي لك حوالي 3 ساعات زمن استماع نتكلم بقى على السماعات نفسها هي من نوع ال-In Air بتثبت جهة الودن عن طريق ال-Body Daud بتاع السماعة وفي نفس الوقت السيليكون Air Tips واللي بيجيب تسع أحجام مختلفة بتقدر تختار السايز المناسب لودانك وفي نفس الوقت Double Check أو تعمل التست اللي فيه التطبيق بتاع السماعات ديت واللي بيبين لك إذا كانت السماعات ديت دخلة في ودانك بالشكل الصحيح ولا لأ علشان يدي لك أفضل تجربة لعزل الضوضاء والصوت اللي طالع من السماعة وزنها 10.5 جرام تقدر تلبسها في ودانك وانت بتلعب رياضة مقاومة للمية معيار IPX4 يعني مقاومة الغبار ورشات المية الخفيفة ولكن مع الحركة الكتير أو لما تيجي تتكلم شوية ولا حاجة السماعات ديت بتسحلق شوية بره ودانك وده بسبب الشكل اللي هو اللي هي extension دوت أو الامتداد اللي احنا شايفينه دوت فما بتبقاش ثابتة قوي جوه ودانك أو يعني بتتحرك حركات بسيطة زي ما قلتلكم مكتوب عليها هنا sound core وفوق هنا اللوجو بتاع sound core بتقدر تستخدم اليمين أو الشمال لوحدها مفيش مشكلة فيها auto post sensor اللي هو لما تطلع سماعات من ودانك بتوقف المحتوى اللي بتتفرج عليه أو بتسمعه لما ترجعها بيرجع يشتغل تاني touch surface أو السطح بتاع اللمس بتاع السماعة ديت هو هنا فوق بس وليه شوية ملحوظة عليها مع الاستخدام وكده ما بيبقاش sensitive قوي يعني ساعات كده بيعلق ما بيبقاش حساس مية في المية لما بتلمس لمسة واحدة أو لمستين أو لمسة مطولة كل action من دول أو كل لمسة من دول لها action معين بتقدر تثبطه من التطبيق بتاع السماعة بحيث لما تعمل السماعة اليمين أو السماعة الشمال لمسة لمستين أو لمسة مطولة تديلك action اللي انت زبطه عن طريق التطبيق هتكلم دلوقتي على حاجة مهمة جدا وهي الصوت الاول هقول لكم المواصفات اللي بتنزل بها السماعة ديت وبعدين رأي الشخصي السماعة ديت بتيجي بحاجة اسمها pure node technology عن طريق 11 مليميتر درايفر أو درايفر 11 مليميتر وللمفروض بيدي بيز بنسبة 45% أكتر كمان مصنوعة من 10 nano layers أو 10 طبقات رؤية لصوت أوضح وأنقة كمان بالنسبة للتطبيق بتاعها بتقدر تثبط الايكولايزر من حاجة من التلاتة أول حاجة في 22 equalizer settings متسايفين في الابليكيشن بتختار من نوم اللي انت حبه أو انك بتعمل equalizer setting خاص بيك غير كده في حاجة اسمها here ID personalized equalizer اللي هو اختبار كده من الابليكيشن عن طريق السماعات بيسمعك ترددات مختلفة في ودنك اليمين والشمال علشان يدي لك في الاخر زي equalizer خاص بيك أو صوت خاص بيك زي بصمة كده مثلاً للسماع في ودنك اليمين والشمال علشان يدي لك أحسن أداء للصوت بالرغم من كل دوت تجربة الشخصية وبعد ما جربت السماعات ديت على الفيديو اللي أنا بختبر به دايماً جودة أي سماعات عندي هسيب لكم اللينك فوق الصوت اللي طالع من السماعات ديت أول حاجة ضعيف ما هواش قوي بالمقارنة مثلاً بالواوي فري باتز برو جالكسي باتز برو ايربوتز برو نقدر نقول ان الصوت من 70% ل80% من القوة حتى في المكالمات لما باجي حط السماعتين الاثنين وبتكلم الصوت ضعيف أعلي أقوى آخر حاجة استيل الصوت ضعيف ما هواش قوي كمان البيز اللي موجود في السماعة ديت للأسف مخرب طبقات الصوت التانية زي مثلاً الميدز والهايز الأصوات البشرية تحسها جاي من بعيد والصوت ما هواش واضح أبداً والتريبل برضو نفس الكلام بيبقى متأثر بسبب البيز اللي موجود في السماعة ديت الحاجة كمان المهمة مع تشغيل الاكتيف نويز كنسيليشن أو أنك لما بتلغيه فأي سماعة الصوت بيبقى ثابت وطبقات الصوت بتبقى واضحة أو مثلاً لو الصوت مثلاً أنت مسبت إكوالايزر معين بتلاقي أن الصوت دو تختلف ودي حاجة أول مرة شوفها في سماعة أنه لما تطفي الاكتيف نويز كنسيليشن أو ترجع تشغله فيه اختلاف الصوت في الاتنين المفروض يبقى ثابت فللأسف ديت حاجة ما عجبتنيش أبداً فيه موضوع الصوت اللي طالع من سماعات Liberty Air 2 Pro بالنسبة ليه المايكس وجودة المكالمات السماعات ديت بتنزل بيه ستة مايكس أربعة خارجيين واثنين داخليين وبيستخدموا كمان طبعاً فيه عزل الدوضاء السماعات ديت نقدر نقول جيد جداً مثلاً مستوى جودة المايك والمكالمات يعملتونك أستيق some teass compete in this spot وسيحكمهме على جودة المايك أثناء المكالمات هذا هي أي شديد من سماعات Soundtalk Liberty Air-2 Pro في مكان هذا لكي نعرف زicating جودة المايك أثناء المكالمات هذا أي شديد من سماعات SoundCHゆ ungefähr pouض� bede في مكان زخمة لكي نعرف زلك الواقع سماعات الم gangs السماعات ستأتي ب zapotator nächste سنعادة تأ attackers مستويات الاندورز اوتدورز او الترانسبورتيشن مود يعني مسلا جوه البيت او برا او في وسائل الموصلات عشان يعني الضجيج او الضوضاء ديت بتبقى اعلى حاجة او غير كده انت بتعمل حاجة اسمها او بتختار عزل الضوضاء المناسب ليك اه بحيس انك تحس ان كده اعلى حاجة في موضوع عزل الضوضاء دوت كمان الترانسبيرنسي مود او انك تسمع الاصوات المحيطة بيك عن طريق المايكس بتاع السماعات لو انت لابس السماعتين في ودانك في قدامك الفول او بتسمع كل الاصوات او الفوكل مود بيركز على الاصوات البشرية لو حد بيتكلم معاك او حواليك او حاجة بيدخلك الاصوات ديت بس اه تجربتي بقى الشخصية لعزل الضوضاء والامبيانت مود او الترانسبيرنسي مود دوت اه نقدر نقول كده مثلا جيد جدا عزل الضوضاء مثلا لو بنقرنه بالايربودز برو واوي فري باتز برو جالكسي باتز برو لا ما بيوصلش طبعا للمستويات العالية ديت نقدر نقول مثلا جيد جدا ولا حاجة وبالنسبة للترانسبيرنسي مود ما هواش صوت ناقي او طبيعي مية في المية بتحسه شوية اصطناعي او كده السماعة ديت بتيجي ببلوتوث فيرجن 5 وبتقدر تشغل يمين او الشمال لوحدها كمان بالنسبة للاتنسي او التأخير بصراحة لو انت بتتفرج على فيديو او حاجة بتلاقي كده نسبة من التأخير بتقدر تلاحظها ولو بتلعب جيمس هتقدر تلاحظها اكتر واكتر ليها ابليكيشن اسمه ساون كورب ينزل على الاي او اس والاندرويد علشان تقدر تستفيد من الاوبشنز والسيتنز عن طريق التطبيق دوت ليه السماعات زي مثلا انك تزبط التاكش بتاع السماعة او انك مثلا تختار الاير تيبس المناسبة ليك او انك موضوع الهير اي دي اللي تكلمنا عليه في الصوت او الاكواليزر سيتنز او عزل الدوضاء بالمستويات المختلفة بتاعته السماعات دي اتأول ما نزلت طبعا كانت ب130 دولار والسعر بيختلف من مكان لمكان ودلوقتي نزل سعرها شوية بقت في بعض الاماكن ب100 دولار في نهاية الفيديو هل الاوبشنز اللي قلناها كلها في السماعة دي تخلي الواحد يتغاضع عن موضوع الصوت ولولي رأيكم واذا كان لكم تعليق او استفسار اكتبوه في الكوممنتز تحت واذا اعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك وسبسكرايب في القناة وفولو مي على السوشال ميديا شكرا وإلى اللقاء